طبعا نحنا إذا نحنا بنحكي شوية نصائح عبر رمضان وبرضه عم بنزل على صفحتي نصائح بشكل عام بس خلينا نتأكد عبر رمضان أنه البهارات كلها اللي عنا طازة وإذا عنا بهارات قديمة من السنة الماضية من رمضان الماضي يفضل نتأكد من ريحتها ونتأكد إنها هي جديدة وأسكي إشي أسكي إشي إنه نروح على العطار نشتري القرفة عيدان نشتري كل شيء الفلفل الأسود وخليط حنه قدامنا ونحطه مرتبنات عشان يطلع أكلنا مميز برمضان وكتير انتبهوا على موضوع السكاكين تكون السكاكين كلها حادة عشان ما تغلبك بالطبخ وكمان ننتبه على الطناجر أنا كتير بحب إنه نشتري طناجر اللي بتوزع الحرارة بالتساوي عشان الروز يطلع كله مرتب فيش إشي مستوي إشي مستوي إشي مخبص إشي مخبص وكمان الطناجر تكون ما بتلزق عشان الجلي رح يكون كتير فيفضل أنكم تجيبوا من الطناجر اللي ما قدر هو أهم إشي ما نبالغ يعني هو شهر رمضان شهر كريم وشهر فعلا فيه السيام ولكن رحي طبق طبعا بس أصدق ما نبالغ بالأصناف لأنه فعلا بوصل الواحد ساعة الفطور مش كتير بقدر يأكل طبعا أصناف اللي نعملها الأصناف يعني إنه الواحد يعني مش ضروري ينبالغ بمؤدي يكون في أصناف وقدي يكون أشياء لأنه عن جد ما حدا باكل رح سفل ثاني يوم وثالث يوم وربع يوم حرام ينكب حرام يعني بتخيل يعني يعني تمرة مع الماء مع الشور بلوحد تعب المعدة وفعليا أنت بتكون شبعتي آه بعد شوي هذا الواحد ممكن يصل للمغرب يرجع هيك يأخذ لقمة صغيرة وخلص ما بيعد باكل كتير بس أنا بحس لازم تكون في نوع من أنواع الفتات لازم فتات لازم يكون في نوع فتة على الطاولة نعمل فتات كتير وعم بنزل كمان أنا يعني بذكرهم كتير فيه فتات هلأ فتت الجاج وفتت أنا لحالي عمل تسع هون من التسع فتات آه نطير فما بالك كمان بقيت الشفات إيش كان فيه فتات ودي أصلا فيه فتات يعني فتات ربيبة لا تعد بس برضو يعني زي ما قالت روان أنا بحكي أنه نحن نحضر حالنا بإشي يسهل علينا صح الشغل بالمطبخ بس مش أنه مبالغ بالمأكلات أكيد أشياء اقتصادية وزاكية حتى كمان يعني تكون رسالة الشهر الكريم واصلة اللي هي أنك تشعر مع الناس يعني المحتاجين لأنه الهدف من الصيام هو هيك الهدف هو أنه نحس بالجوع ونحس مع كل الناس إن شاء الله أحط اللمون معلج يلا يلا أحط شوية لمون وبيدي أحط السويا السوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة